بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم أحباء المتعلمين متعلمين مستوى السادس ابتدائي بمؤسسة الفاتح معكم معلمتكم ليلى كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير درسنا لليوم في مادة القراءة وهو نص خاص بالأسبوع الثاني الوحدة السابعة في هذا المقطع سنقتصر على التعرف على النص من خلال وصف الصورتين مرافقتين له وعلاقتهما بالعنوان مع قراءته قراءة سليمة عنوان نصنا لليوم هو الحليب المبسطر أعيد الحليب المبسطر تم اختيار هذا النص باعتبار أن الحليب مادة ضرورية نحتاجها بشكل مستمع في حياتنا ونظرا لحاجتنا الدائمة لا لهذه المادة الغدائية المهمة فبداية نلاحظ معا الصورتين إذن ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ ماذا تلاحظون؟ من يجبني؟ هل نعطي الكلمة لفضل أو يسين أو صفاء أو الوش؟ إذن لنجب في الصورة الأولى نلاحظ عملية حلب مجموعة من الأبقار كما ترون بشكل آلي ونقصد بكلمة آلي أي باستعمال الآلة وليس عن طريق الحلب ليدوي التقليدي أليس كذلك؟ الآن لنلاحظ معا الصورة الثانية كما تلاحظون معي في الصورة الثانية إذن من سيجب؟ سيجب صفاء ستجبني صفاء عفوا أم سعد أم من سيجب؟ إذن لنلاحظ الصورة الثانية معا الصورة الثانية تبين لنا معمل الحليب وهو محطة مهمة في عملية بصرة الحليب وتعقيمه وتعبئته في قنينات أو عبوات خاصة كما تلاحظون حتى يصل إلى المستهلك في أفضل الظروف إذن لننتقل معا للعنوان الحليب المبصر المقصود بالحليب المبصر أي الحليب المعقم أي الخالي من الجراثيم والميكروبات المتواجدة به ومن خلال دراستنا للنص سنتعرف كيف يصبح الحليب مبسترا أي معقما ننتقل الآن أبنائي لقراءة النص قراءة معبرة متأنية سليمة من الأخطاء كما نفعل دائما أليس كذلك؟ إذن سأقرأ تابع معي الحليب المبصر يظن البعض أن الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا في العصور الحديثة اقتصر أثرها على الصناعات الثقيلة كالسيارات والقطر والطائرات والحقيقة أن تلك الثورة اكتصحت الزراعة ومنتجاتها أيضا فقد حل الجرار محل الثيران والحصادات محل المناجل والدواب وقل مثل ذلك في الدواجن ومستخرجات الألبان فقد حلت الآلة في هذه المجالات محل اليد العاملة وتتجلى ذلك في عملية الحلب فقد بدأوا حلب الأبقار آلية وتوقع كثير من المزارعين فشل هذا الاختراع غير أن الحلب الآلية ما لبث أنشاع وانتشر حتى لم يبقى في دول أوروبا كلها مزرعة واحدة إلا واعتمدت الحلب الآلي وترتب عن ذلك ميزتان الأولى النظافة التامة ذلك بأن الحليب لا يمسه شيء غير الآلة ولا يتعرض لأسباب التلوث فهو يخرج من ثدي البقرة بواسطة آلة معقمة ثم يمر عبر أنابيب خاصة معقمة كذلك حتى يصل إلى أواني التجميع وينقل من هذه الأواني إلى السيارات التي تحمله إلى حيث تتم بسطرته وتعبئته والميزة الثانية وهي السرعة الفائقة التي تتم بها هذه العملية والكمبيات الكبيرة التي يمكن الحصول عليها فآلة واحدة تستطيع حلب بقرة حلوب في سبع دقائق أما البسطرة فتتم بتسخين الحليب وتبريده فورا والقصد من ذلك قتل البكتيريا والجراثيم الضارة وبعدها يصبح الحليب جاهزا للتعبئة ضمن العلب البلاستيكية والزجاجية بحسب رغبات المستهلكين وحاجاتهم إذن أبناء التلاميذ نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نكمل الحصة الثانية في المقطع الموالي على أساس أن تنجز أنشطة أجيب وهيكلة النص المدرجة في الكتاب صفحة 196 كما ترون أسئلة أجيب وهيكلة النص إذن أبنائي أستودعكم الله إلى الحصة المقبلة إن شاء الله وشكرا على انتباهكم